موسيقى أرحب بكم مشاهدينا في برنامج في المحور ضمن تغطياتنا الخاصة من لوس انجلس كاليفورنيا مع ضيفنا مخرج الأفلام الوثائقية والمرشح لجوائز الأوسكار والأمي أفغاني أفينيفسكي لنشاهد هذا التقرير ونعود معكم أفغاني أفينيفسكي المواطن الأمريكي من أصول روسية يهودية نصر الثورة السورية بعدسته وبرؤيته الإخراجية بعين الحقيقة وإنصاف المظلوم ليكون أحد الداعمين لقضية الشعب السوري من مكان عمله في التصوير والإخراج السينمائي دعونا نكمل التصوير ونظهر الحقيقة لأننا غير محصورين بأي حدود نحن نروي القصص ونستطيع تغيير التاريخ وتغيير العقول والقلوب دعونا نكمل هذا الوقت العصيب لنطلع شعب أمريكا والعالم بأن هناك من يقاتلون من أجل حريتهم ونقلها للعالم أفنيافيسكي واحد من ألمع نجوم الإخراج الذي ترشح فيلمه شتاء على النار لجائزة الأوسكار لعام 2017 ويتحدث عن الحرب في أوكرانيا من أجل الحرية أثناء تجواله في العاصمة كييف شهد عالم الثورة السورية مرفرفاً احكي قصص ثورة مكلومة ليبدأ تجسيد واقعها في فيلمه الوثائقي البكاء من سوريا من إنتاج شركة HPO نرى حقيقة الحرب نرى هذه الصور مختصرة في الأخبار بدون تفاصيل هذا الفيلم يشرح الرحلة كاملة للوضع المرعبي في سوريا بخطوات إضافية مما يظهر سيطرة الحكومة بشكل وحشي التي أفرزت مشكلة اللاجئين منذ صغره استطاع أفنيافيسكي أن يخطف أضواء الشهرة من خلال إنتاجه لأفلام وثائقية إضافة إلى الإخراج الموسيقي ومشاركته في مهرجانات محلية عديدة في مدينة كازان التابعة للاتحاد السوفيتي أنذاك ومنذ نعومة أظفاره استطاع إثبات ذاته في الوسط الفني ليكون واحدا من ألمع نجوم الإخراج جسد لنا الفيلم حقائق الثورة السورية من غير تزوير أو تحريف من استدخل خيجي لروسيا وإيران وميليشيتها وحكى لنا صورة الماضي وصورة الحاضر وهاجس المستقبل ومخاوفة باللغة المنسابة ما بين السرد البسيط العادي والتعبير الوجداني العميق هو إذن فيلمون ينقل حالة الضياع ويبقي فسحة أمل في أفق بعيد كينانا الشريف لبرنامج في المحور شكرا جزيلا لك أفغاني أفينيفسكي ليعطائنا من وقتك اليوم أود البدء بالحديث عن تاريخك وخلفياتك بالعيش في أوكرانيا وروسيا وبعد ذلك صناعة فيلم وثائقي عن الناس في أوكرانيا والوجود الروسي قبل الحديث عن مشاريعك الأخرى هذا أمر مثير للاهتمام الناس يظنون أنني ولدت وترارعت في أوكرانيا في الحقيقة ولدت في روسيا وكان لدي بعض الأصدقاء في أوكرانيا وما زال وحتى بشروعي عن سوريا أنهيته في أوكرانيا عملت على المونتاج في أوكرانيا كلا عملت على المونتاج في أوروبا في براغ ولكني أنهيت كل المقاطع الصوتية للفيلم السوري في أوكرانيا كل المقاطع الصوتية والتدقيق الصوتي والمؤثرات عملت عليها في أوكرانيا ولدي أصدقاء رائعون هناك ولذلك أذهب إلى هناك كثيرا وأضي وقتا ممتعا أوكرانيا كانت مثل سوريا قصة يجب أن تحكى ولذلك رويتها لقد شاهدت عن قرب وأردت أن أروي القصة كما رويت قصة الشعب السوري كان لدي شعور أن علي أن أحضر أصوات الناس الذين يودون أن يسمعوا إلى العالم وإلى هوليود ولذلك قررت أن أروي قصة ما يحصل في أوكرانيا ولكن كما ذكرت لقد ولدت في روسيا المضحك في الأمر هو أنني ولدت في جمهورية التتر وهي أحد الجمهوريات الإسلامية الرئيسية في روسيا وتقع في القسم الأوسط من روسيا وتبعد مسافة ليلة واحدة بالقطار من موسكو وهي من أحد أقدم الأماكن وموطن الملك جنكيس خان ملك المغول ودينهم هو دين معظم السوريين هناك مساجد جميلة وفيها الإسلام نفسه والذي هو الدين الأساسي هناك الأرض مختلفة قليلا ولكن هذا البلد الذي ولدت فيه في قزان في جمهورية التتر وعمرها حوالي ألف عام وهي مدينة جميلة جدا وقد تركتها حين كنت في الثامنة عشر من العمر إذن لأين انتقلت وانت في الثامنة عشر من العمر؟ نعم تركت روسيا وغادرت إلى إسرائيل وقد كانت خطوة متقدمة بالنسبة لي ومن ثم بعد عدة سنوات انتقلت إلى الولايات المتحدة عندما قمت بتصوير الفيلم الوثائخي عن أوكرانيا هل كان ذلك لأنك شعرت بأن الأوكرانيين محقين في مظاهراتهم ضد النفوذ الروسي؟ أنت ولدت في القسم الروسي من الجمهورية الاتحادية حين ولدت كانت روسيا هي الاتحاد السوفيتي السابق وكانت كلها جزءا واحدا أوكرانيا كانت جزءا منه وكان الاتحاد السوفيتي اتحادا لكل تلك الجمهوريات وقد كنت جزءا من ذلك ومن ثم غادرت قبل انهيار الاتحاد السوفيتي حين ما زال الاتحاد قائما وقد زرت روسيا بعد ذلك عدة مرات آخرها كانت في 2013 قبل العمل على ما جرى في أوكرانيا بعد فيلمي عن أوكرانيا لا أستطيع الذهاب إذن أنت لا تستطيع العودة إلى روسيا بعد اليوم حتى إلى الجمهورية التتارية؟ كلا لا أستطيع فهي جزء من روسيا هي جزء من روسيا وهل لديك أصدقاء مسلمون هناك؟ لدي الكثير من الأصدقاء هناك لدي أصدقاء مسلمون في إسرائيل حين كنت هناك كان لدي الكثير من الأصدقاء من الأراضي الفلسطينية من رام الله ومناطق أخرى لم يكن لدي أي مشكلة بيني وبين أصدقائي لأنه في نهاية اليوم لا يهم ما هو الدين الذي تمارسينه أو إن كنت تمارسين واحدا أم لا ولكنك يهودي ولدت يهوديا نعم أنا يهودي وولدت يهوديا ولكن حين كنت في روسيا كان لدي أصدقاء مسيحيون وذهبت إلى الكنيسة عدة مرات وكان لدي صديق يأخذني إلى الكنيسة البروتستانتية دائما ولذلك أنا لا أنظر إلى هذه الأمور بمنظور ديني فالدين في نهاية المطاف كان سببا في نشأة كل تلك الحروب في القرن المنصرم لأن الحكومات تستخدم المنظور الديني في أيديولوجيتها وهو ما يخلق الإرهاب وكثيرا من المشاكل ولذلك كافة أن أتجنب المنظور الديني في الفيلم عن الثورة في أوكرانيا سترين أن كافة الحركات الدينية كانت مجتمعة معا في الميدان الرئيسي في ليلة 29 من تشرين الثاني من عام 2005 كان هناك أطفال وشباب ليسوا متدينين على الأطلاق تحميهم الكنيسة الأوكرانية وأحد الأساقف أواهم وأنقذ حياتهم ومن ثم سترين أن كافة الانتماءات الدينية في الميدان كانت هناك من أجل السلام جميع الديانات والكنائس جميع الناس بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية ولا أحد يتكلم عن ذلك داخل المسجد في كييف كان هناك أناس من انتماءات مختلفة وكذلك الأمر في الكنيسة الكاثوليكية وقد وحدت الثورة الأوكرانية الناس بالضبط كان هذا من أكثر الأشياء إثارة للاهتمام فيما رأيت خلال 93 يوما أناس من عمار مختلفة وطبقات اجتماعية مختلفة وديانات مختلفة كانوا معا وكان هناك في اليوم ذاته على المنصة إمام وقسيس وحبر جميعهم كانوا هناك من أجل السلام وهو ما لم يحصل من قبل أن يكون رؤساء جميع الجماعات الدينية معا ولكنه حصل في أوكرانيا بالعودة إلى سوريا سوريا قبل الثورة فيها 17 جماعة دينية مختلفة وكانوا جميعا متحدين في بداية الثورة كان الناس يتظاهرون ضد بشار الأسد ولم يسأل أحد ما هو الدين الذي تمارسه في نهاية اليوم كان الجميع يخرج من المساجد يوم الجمعة للتظاهر ولم يسأل أحد هل أنتم سنة أم شيعة هل أنتم دروز أم مسيحيون كانوا جميعا يسعون إلى هدف واحد سوف أنتقل إلى سوريا لأن سوريا ستأخذ وقتا كبيرا من حديثنا اليوم ولكنك رشحت للأوسكار عن وثائقي أوكرانيا كيف كان شعورك وحتى شعور الناس الشعب في أوكرانيا لابد أنها كانت لحظة عظيمة لأن قصتهم يتم تكريمها من قبل أكبر أكاديمية للأفلام في العالم كانت لحظات رائعة لأنه المرة الأولى إنتاج مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى يصل إلى هذه المرتبة حصل قبل ذلك في أعمال من بريطانيا والولايات المتحدة ولكن ليس من أوكرانيا هذه المرة الأولى التي تصل إلى هذا المستوى وهو إنجاز للأمة وللمختصين الأوكرانيين كما ذكرت بداية أنا أسافر كثيرا إلى أوكرانيا فهناك الكثير من المختصين في صناعة الأفلام ممن يعملون هناك وبالنسبة لي يجب أن يتم تكريم هؤلاء ولذلك كانت هذه لحظة فخر بالنسبة لي لأن مزيج الدول الثلاث هذا والمختصين من هذه الدول أنجزوا هذا العمل وقد كانت لحظة خاصة بالنسبة لأوكرانيا ولكن مرة أخرى ترشحنا للأوسكار ولجوائز الإيمي وحصلنا على جائزة تكريمية من الأكاديمية وكل ذلك يساعد على جلب تعاطف مع هذه القضية الجائزة الحقيقية لهذا الفيلم كانت في 2017 حين شاهدت ما حصل في فينزويلا فبالنسبة لهم الفيلم عن أوكرانيا كان نواة للثورة رأيت تغريدات لصور تعرض كيف عرض الفيلم في الطرقات في كاراكاس وفي المحلات إذن فقد شجعت البنزوليين أيضا نعم لقد أنتجت هذا الفيلم وهو مهم جدا بالنسبة لي ولكن هذا الفيلم له حياته الخاصة ويستمر بإنجاز تغيير حول العالم والتاريخ وكذلك يشجع الناس ضد الظلم وضد الدكتاتورية وقد حصل ذلك في البرازيل قبلا شعوري هو أن شيئا صنعته عن جزء من العالم بثقافة مختلفة وبنية مختلفة وأناس مختلفين صار يتداول حول العالم ويصنع التاريخ ويصنع تغييرات إيجابية ويبعث الوحية في الناس وصار الناس يتعلمون من الشعب الأوكراني ليقوموا بالأمر ذاته ويغير أهدافهم وقد كان هذا الجمال في الفيلم والجائزة الحقيقية ليس ترشيحات الأوسكار بل حقيقة التاريخ أن الفيلم أتى بتغييرات إيجابية بعد الفيلم عن أوكرانيا بدأت بالعمل على وثائقي عن سوريا سميته البكاء من سوريا اسمحي لي أن أقاطعك هنا في شباط 2015 لوحت بالعالم الثوري السوري في ساحة الميدان في كييف نعم في الساحة التي قامت فيها الثورة في كييف نعم هل تعلمين كيف؟ هناك أطباء سوريون إذا تذكرين الاتحاد السوفيتي كانت لديه علاقات قوية مع سوريا وكثير من الأطباء هناك وبوتن بالذات طبعا الأمر بدأ من قبل كان هناك الكثير من الأطباء من سوريا ممن درسوا في الاتحاد السوفيتي السابق في بلاروسيا وأوكرانيا وروسيا ولذلك كان هناك أطباء سوريون في ساحة الميدان في أوكرانيا وقد التقيت ببعض منهم ورفعت العلم الثوري السوري في ساحة الميدان تضامنا لم يكن هذا ما شدني إلى القصة السورية كانت أمور أخرى ولكن أردت أن أبرز هذه النقطة أنه حتى في ساحة الميدان في كييف في أوكرانيا تعني الميدان أو الساحة في العاصمة كييف؟ نعم كانت هناك روح سورية ما هي الأسباب الأخرى التي شجعتك أيضا على العمل على سوريا؟ سوريا أحد أكثر القضايا الدولية قصوة وحزنا بسبب العسكرة والهجمات من قبل نظام الأسد والروس والإيرانيين على الشعب السوري لم تكن العسكرة فحسب أكثر الأشياء رعبا للمتابعة بنسبة لي كان كيف يقوم رئيس الدولة بتدمير شعبه أنا لا أراها بشكلها العسكري ولكن أراها كيف يدمر رئيس شعبه نظام الأسد يسميها الحل العسكري أي أنه اختار الحل العسكري بين قوسين ضد المتظاهرين السلميين ولذلك حصل ما حصل لنعود إلى أوكرانيا في 2015 أنهيت الفيلم وكنا نستعد لإطلاقه وكنت في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا هي ثاني أكبر بلد في الاتحاد الأوروبي كنت هناك وكنت أرى صورا مفجعة وعنوينا للصحف مملوئة بالصرخات عن اللاجئين السوريين وكيف أنهم يملؤون الاتحاد الأوروبي وأنهم يحضرون الإرهابيين وأن ذلك كان كبوسا للاتحاد الأوروبي ومن ثم كنت أحاول التحدث إلى الناس وإلى اللاجئين السوريين وكان هناك إيرانيون وأفغانيون ومن جميع الدول ولكن بالكاد كنت أرى سوريين فكيف يحمل العبق على اللاجئين السوريين وبالكاد هناك البعض منهم ومن ثم وجدت بعض السوريين ومن ثم علمت أن كثيرا من السوريين لا يأتون إلى الاتحاد الأوروبي بل يبقون هناك في الشرق الأوسط في تركيا ولبنان والأردن عام 2005 حين كان الإعلام يصرخ عن الكوابيس والإرهابيين القادمين والإسلام الذي سيسيطر على المدن الأوروبية كان ذلك حين ظهرت جثة إيلان وأسرت قلوب العالم وبدأ الناس يبدون اهتماما أكثر وأكثر لما يحصل في سوريا ولكن في الوقت ذاته كان الجميع يوصفون بأنهم لاجئون سوريون بغض النظر عن أن 70% ممن يصلون إلى الدول الأوروبية ليسوا لاجئين سوريين ولكن الصورة التي ينقلها الإعلام أنهم كانوا جميعا لاجئين سوريين حينها نصحت بالذهاب إلى الحدود السورية في تركيا ولبنان والأردن والبدء بالبحث عن شخصيات الفيلم عمن كانوا جزءا من القصة في سوريا ومن ثم بدأت بالعمل على بحث مكثف ووصلت إلى الأناس الرائعين الذين شاركوني هذه الرحلة مثل خلود حلمي والتي هي قريبة للناشط غياث مطر والتي أسست جريدة عنب بلدي وكامل فريق عنب بلدي مثل جواد والذي يعرفني على كثير من الناس أيضا كان مثل الجني إذا سألته عن أي شيء كان يساعدني دوما طلبت منه أن يعرفني على الأوريانت وعرفني على أحد هناك وقد بدأت القصة مع أوريانت في الأردن مع صديق رائع أيضا هو مع فريق الانتاج الخاص بي وهو طاهر كليلي من حمص وهو من عرفني على أوريانت في الأردن وهكذا بدأ الأمر لقاء هؤلاء الناس الرائعين ممن يعيشون ويتنفسون ما يحصل في سوريا بغض النظر عما يجري حولهم أناس كرسوا حياتهم للشعب السوري للثورة بشكل خاص وزوجة طاهر أيضا وهي صحفية أيضا طاهر في الأردن وكان جزءا من أوريانت أيضا نحييه من هنا هو ودينا كانوا شخصيتين رائعتين ممن التقوا في حمص ممن كانوا يتنفسون ويعيشون الثورة ولذلك أنا أشعر بالبركة لمعرفة هؤلاء الناس وأستمر بذلك هادي العبدالله عرفني على أصدقائه وقضيت أوقات رائعة معه وهناك الكثير من الأسماء الساروت والذي تحدثت عنه وقد عرفني على كثير من الناس وهو شخص رائع وأخ عزيز تعرفنا للمرة الأولى في رمضان وقد كنت ألاحق الساروت والذي كان يلاحقه الإعلام ولم يرد أن يقابل أحد وخاصة أني كنت قادما من جزء آخر من العالم وأني غريب وأجنبي ولكن تعرفنا في رمضان دون كاميرا وقد كنت محظوظا لقضاء رمضان معه حيث تعلمت عن الإسلام أين كنت في ذلك الوقت حين تعلمت عن الإسلام وأفكاره ولكن أين كنت في ذلك الوقت من رمضان تحديدا في مرسين كان وقتا رائعا كنت أقود السيارة إلى مرسين للقائه وهكذا تم أول لقاء بيننا ومن ثم كلما ذهبت إلى كيلس أو غازي عنتاب أو الريحانية كان يأتي للقاء وسجلنا الكثير من اللقاءات ولكن الأوقات التي قضيناها معه أيضا كان أخا عزيزا دون الكاميرا وقد تعلمت عنه وعن الثورة وعن آرائه وعن الإسلام وعن أصدقائه الذين كانوا جزءا من كتيبته وأصدقائه الذين كانوا معه في الفريق الرياضي وأتعلم عن قصته الساروت أخبرني كيف حصل حصار حمص والمجزرة في 2012 وكثير من الأمور لم يعرفها الكثيرون فالجميع علم عن مجزرة الغوطة كما ذكرت كنت محظوظا بمعرفة هذه الشخصيات والتي عرفني كل منها على أشخاص آخرين الساروت عرفني على خالد أبو صلاح والذي كان رمزا آخر للثورة إذن التقيت بالكثير من الناس وقد شاهدت بنفسي الوثائقي البكاء من سوريا وبإمكاني القول بأنه إذا سألني أحد في الولايات المتحدة بأنهم يحتاجون أن يعرفوا أكثر عما حصل في سوريا وعن ثورتها فسأنصحهم بمشاهدة البكاء من سوريا لأنه يلخص بالنسبة لي مع الدلائل والحقائق من بداية الثورة السورية وحتى آخر لحظة من تسجيل هذا الوثائقي الفيلم يروي كل ما حصل والحقائق المرة وقد كان فيلما قاسيا جدا يلخص كل ما حصل في سوريا بالنسبة لك حين صنعت هذا الفيلم ووضعت هذه الحقائق بشكل مباشر جدا وبشكل يعتبره البعض قاسي وأظهرت من يقتل الناس بتوثيق حقيقي لما يحصل في سوريا هل تعتقد بأن هذا هو السبب بأن فيلمك لم يتم ترشيحه للأوسكار هذا العام؟ من الصعب تحديد السبب أعلم أن هناك الكثير من الأفلام الرائعة هذا العام وبالطبع هناك سياسة خلف الترشيحات هناك سياسات خلف ذلك بالطبع ولكن في حرفة صناعة الأفلام هناك أشياء أخرى خلف الأبواب المغلقة لا أعتقد أنه لم يتم اعتبار هذا الفيلم لهذه الأسباب هناك العديد من الأفلام الوثائقية وكل شخص يحاول دفع أجندته الخاصة ولكن في هوليوود هناك الكثير من الأشياء تحصل خلف الأبواب المغلقة اليوم ما هو مهم بالنسبة لي هو أن يرى الناس فيلمي وأن أقوم بالتواصل مع الأشخاص وعرض الفيلم في الجامعات وقد عرضته في المؤتمر الدولي للعدالة في هيغ وعرضته في وزارة الأمن القومي لتدريب الموظفين المسؤولين عن طلبات اللجوء ليتعلموا عن طلبات اللجوء وقد عرضتوا الفيلم في الكونغرس كما تذكرين في واشنطن وقد عرضته على حكومتي كمواطن أمريكي نعم أنت تحمل أجنسية الأمريكية فقط نعم منذ وقت طويل في نهاية المطاف ما أحاول أن أقوم به هو عملية تعليمية وهو ما أهتم به أنا ممنون أن ذاك الفيلم قد ترشح للأوسكار ضمن المراحل الأخيرة وستعلن النتائج الخاصة للمرشحين النهائيين قريبا وأتمنى أن يكون أحد الفيلمين هناك ولكن بالنسبة لي ما هو مهم هو أن يستمر الناس في المشاهدة والتعلم أشعر أنه إذا أردت ترك أثر بين الناس تحتاجين أن تخبر الحقيقة بشكل مباشر كي يشعر الناس حول العالم ما يشعر به السوري اليوم حين تسقط عليه البراميل كل يوم لأن الموت والمعاناة ما زالت هناك والطريقة الوحيدة كي يشعر الناس بذلك الألم هو أن يشاهدوا ما يحصل بشكل صرف دون أي تقطيع وقد حاولنا ضمن هذا الفيلم أن ننقل ما يجري على مختلف الأصعدة ومهما بلغت قسوتها لدرجة أن البعض يقول إن لدي فيلما وثائقيا فيه الكثير من المناظر المؤلمة التي منصى بمشاهدتها الناس بعيدون جدا عن ساحة الحروب وإذا أردنا فعلا أن نتجنب الكوارث في هذا العالم وأن نتجنب أن يدخل هذا العالم في حرب كبيرة ونحن نشعل حروبا مختلفة حول العالم فإذا أردنا أن نحفظ السلام فيجب أن يكون عندنا إلمام بما يجري كيف يقوم ديكتاتور بتدمير شعبه وبلده وبطريقة ما وحاول أن أذكر الأمريكيين أننا نمشي في ذاك الطريق رغم أني سياسي نوعا ما في بعض خطاباتي إلا أنني لم أكن ناشطا يوما ولكن ما يحصل مؤلم بالنسبة لي فأنا أرى ما يحصل من منظور أفلامي وأيضا في 2011 خرج الناس إلى الشوارع ليتظاهروا ضد الدكتاتورية وتم نعتهم بالأرهابيين وتم استخدام الأسلحة ضدهم ولم يكن أمامهم خيار سوى أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن أنفسهم وهو ما تطور إلى حرب أهلية محافظة ضد محافظة أخرى البعض انتقدني مرات لوصف هذه المرحلة من التاريخ بالحرب الأهلية ولكن بالنسبة لي هي حرب أهلية حين يقوم الإخوة في الجيش السوري بمحاربة إخوانهم وأخواتهم ممن خرجوا إلى الشوارع في ذات الحواري ابن شخص ما في شارع ما يقتل ابن شخص آخر في الشارع المجاور في المدينة نفسها ولذلك أرىها كحرب أهلية ولكن هناك تدخلات الأخرى بالطبع بالطبع وهي أيضا موجودة في الفيلم نعم أن تتعرضها جميع عن تدخلات حزب الله وإيران وروسيا نعم بالعودة إلى الولايات المتحدة في 2017 صار عندنا رئيس جديد ومن ثم خرج الناس إلى الشوارع ليتظاهروا وكان هناك خمس ولايات تود تجريم هذه التظاهرات ولذلك فإننا نكرر أخطاء التاريخ الأمر ذاته حصل في أوكرانيا في 2014 كان الناس يتظهرون في ساحة الميدان في كييف وصوت البرلمان بتجريمهم فأصبحوا مجرمين نحن نعيد مرارا ما يحصل ولذلك على الأمريكيين أن يروا كيف أن الشعب السوري قاتل من أجل الديمقراطية ومن أجل حرية التعبير والتي نتمتع بها هنا لننظر إلى ما وصلوا إليه ولنفكر بما نحن فيه وأننا قد نصل إلى ذلك نحن لا نعي أننا نعيش حربا أهلية فعلا الولايات المتحدة في حرب أهلية العام الماضي كان هناك الكثير من حوادث إطلاق الرصاص على العامة ومع ذلك فأن الإعلام لا يذكر إلا الجرائم الكبيرة من نوعها أنا لا أذكر الأرقام بالضبط الآن ولكن من بداية كانون الثاني 2017 وحتى الرابع عشر من تشرين الثاني هناك ثلاثمائة وسبعة عشر حادثة إطلاق للرصاص على العامة في الولايات المتحدة أعلم هذه الأرقام لأن المرة الأخيرة التي تأكدت فيها كانت في تشرين الثاني في نهاية المطاف كانت وسائل الإعلام صامتة عن ذلك الإعلام يبرز ما يقوله ترامب ولكن حين يأتي الأمر إلى سوريا كانت هناك تغطية مرة واحدة حين حصل الهجوم الكيميائي ولكن في الواقع كان هناك هجوم بالسلاح الكيميائي في سوريا كل شهر من المثير للاهتمام كيف تحول الإعلام إلى هذا الشكل وكيف تذهب الأمور باتجاهات مختلفة حتى في هذا البلد لقد سألتك عن كونك يهوديا لأنك قلت لي بأن البعض حاول أن يقول لك بأنك ضد الأسد لأنه جزء مما يسمى بمحور الممانعة والمقاومة هل حصل شيء من ذلك؟ حين كنت طفلا في روسيا سألني أبواي ما هي القومية التي أود أن أكتبها على جواز سفري وقلت لهم أني أود أن أكون يهوديا لأني ولدت يهوديا لأن الناس كانوا يخفون قوميتهم أنا لم أعرف نفسي يوما بقوميتي لأني لا أمارس الدين وليس عندي انتماء ديني أنا أنتمي إلى الإنسان كما ذكرت عندي كثير من الأصدقاء في إسرائيل من بيروت ممن يمارسون الإسلام وقد تعرفت على الكثير من الأزواج ممن تفرقوا عن عائلاتهم لأن المرأة كانت يهودية والرجل كان عربيا ولذلك كنت دائما أنظر إلى هذه الأمور بحذر لقد أصبحت أفضل لأني عندي أصدقاء من سوريا ومن كل العالم وشعرت أننا كلنا إنسانيون في نهاية المطاف بالطبع هناك فلسطينيون اتهمني مؤخرا أن ما أعمل عليه مؤامرة لأني يهودي ولكن في نهاية المطاف أنا أدعم منظمة هنا وأساعدهم على جمع الأموال في نوفمبر تشرين الثاني كان هناك حفل إنساني وجمعنا أموالا من أجل منظمة أنقيط الطفولة والتي هي منظمة أمريكية تستخدم فكرة إسرائيلية لإدخال المساعدات الإنسانية داخل سوريا عبر إسرائيل هناك الكثير من المواقف التي تعلمت من خلالها عن العلاقة بين الشعب السوري وإسرائيل لا يتحدث عنها أحد خلال حصار حلب أو خلال أيام حلب الأخيرة في نهاية عام 2016 إسرائيل استقبلت الكثير من الجرحة في المستشفيات الإسرائيلية أنا لم أكن أعلم بذلك نعم لقد كان هذا في الأخبار ليس في العنوين الرئيسية ولكن في بعض الصحف وكان مذكورا أيضا أن بعض الضباط في الجيش السوري الحري يعملون على محاربة عدوهم نظام الأسد مرة أخرى لا أحب أن أؤطر بهذه الإطارات يهودي أو مسلم لا أحب هذه الأطر وبالنسبة لي هناك دور يجب أن نقوم به لا يهم ما هو أصل أحدهم فكلنا إنسانيون في نهاية المطاف وأنا لا أحكم على الناس إلا من خلال أدوارهم وما يقومون به لا أحب أن أدعى يهوديا لدي أصدقاء متدينون من جميع الديانات ولذلك لا أحب أن يؤطر الناس بعضهم في هذه الإطارات بالعودة إلى سوريا عام 2011 حين خرج الناس إلى الشوارع لم يحاولوا أن يؤطروا بعضهم بهذه الإطارات كانوا جميعا على قلب واحد وحين بدأ الأسد بتفرقتهم من خلال الاهتمام ببعض الأقليات ومن ثم وعبر الإعلام وبشكل بطيء فرق الناس الشيعة ضد السنة وغيرهم وهنا بدأت هذه التأثيرات ولذلك أنا ضدها ففي نهاية اليوم جميعنا بشر وهذا سبب أن الأمور أصبحت أسوأ اليوم ولذلك أنا أحاول اليوم في مشروع القادم أن أقدم البابا فرانسيس كأيقونة لشخصا يرينا كيف أن الحب والإنسانية يجب أن تقوم قبل أي دين فهو لا يفرق الناس بين تابعين لهذه الكنيسة أو تلك ولا يؤطر الناس في أي إطارات العام الماضي كان مع اللاجئين المسلمين وذهب إلى ميانمار ليحاول حل المشكلة هناك هذا قدوة لمن يحاول أن يغير هذه الأطر المفوضة هل ستقوم بصناعة وثائقي جديد عن بابا الفاتيكان؟ نعم لأني أعتقد أن علينا أن نتعلم أنه يجب أن لا نؤطر الناس حسب دياناتهم أو خلفياتهم الثقافية نحتاج أن نتوقف عن القيام بذلك وأن نعتنق دينا واحدا هو دين الحب والإنسانية أود العودة إلى البكاء من سوريا والحديث عن من كرموا في هذا الوثائق مثل الممثلة الشهيرة هالان ميرن وطبعا الطفلة بانا العابد الشهيرة في الولايات المتحدة الآن ذاك الخطاب أبكى الجميع بانا كانت هنا في التاسع من كانون الأول حيث تلقى الفيلم إحدى الجوائز واليوم تلقيت إحدى الجوائز ولكن هذه الجوائز هي لنا جميعا كفريق وفريقي هو هادي العبدالله الذي هو موجود على الخطوط الأولى ليخبر العالم ما يجري ويجلب انتباه العالم فريقي هو خلود حلمي وعنب بلدي ووكالة إسمارت التي زودتني بكثير من المواد وشركات أخرى وآخرين ساهموا أيضا ولذلك طلبت نصخا من هذه الجائزة لكل واحد منهم بانا التي تلقت هذه الجائزة معي على المنصة أمام جمعية الأفلام الوثائقية العالمية أخبرت الناس عن العيش في حلب كطفلة ومشاهدتي ما حصل هناك بدل أن تحصل على طفولة طبيعية وقد ذكرت ما في قلبها كطفل شهد الحرب وقد أخذتها إلى ديزني في اليوم التالي لأني أردتها أن تشعر ما يود أن يشعره كل طفل ولكنها كانت تتكلم بشكل جميل جدا وقد كان هناك حوالي ثمانمائة شخص وجميعهم تأثروا بكلامها كان حلما لي أن يستمعوا للأطفال لقد أعطيت في ذلك الوثائقي اهتماما كبيرا وخاصا للنساء والأطفال نعم فعقلية الرجل سائدة في الشرق الأوسط ولكن بالنسبة لي النساء والأطفال في قلب هذه المقاومة وهذه الحرب الأطفال هم جنود في داعش وفي القاعدة وتم تجنيدهم في الكتائب المختلفة والمجموعات المختلفة التي تقاتل داعش اليوم ولذلك فأن الأطفال أصبحوا محورا فيما يجري وقد التقيت كثيرا من الأطفال الأيتام أيضا في سوريا حينما يولد الأطفال فإنهم يولدون في مسرح الحرب ولعبهم هي تلك الأسلحة ومن ثم يصبحون مقاتلين ولذلك كان من المهم لي السماح للنساء ممن يعتبرون درجة ثانية في الشرق الأوسط حيث أن الدورة الأولى والكلمة الأولى هي للرجل أردت السماح لهن أن يعبرن عن أنفسهن وأن يكونوا جزءا من هذا الفيلم وقد عبرت هيلن عن ذلك في مقابلتها من أن دور النساء والأطفال دائما ما يتم تجاهله في كل الحروب أنا أحاول إظهار أهميتهم في هذه الأحداث ففي نهاية المطاف النساء لديهن هم عمل في الحياة في تربية الجيل القادم من الأطفال وفي الوقت ذاته هم يحاربون كالجميع وكذلك الأطفال وكما ذكرت في سوريا حين يولد الأطفال يكبرون بسرعة وتصبح الأسلحة لعبهم ولذلك من المهم أن نتداول قصصهم في جميع مقابلاتي كنت أسأل ما هي أحلامك وما الذي تتمنى تحقيقها وجميعهم قالوا تقريبا أنهم يودون العودة إلى سوريا ولذلك كما ذكرت في البداية معظم الناس يعيشون قريبا من الحدود سبعون بالمئة من اللاجئين السوريين الحقيقيين هم في لبنان والأردن وغيرها قريبون من موطنهم لأنهم جميعا يودون العودة إلى بلادهم ليعيدوا بناء سوريا في نهاية المطاف من الجميل أن رجل القادم ممن يقاتلون اليوم يحلمون بالعودة وإعادة بناء بلدهم ولذلك أردت أن أعطي أهمية لصوت النساء والأطفال لإظهار المساواة وعقلية مختلفة من الشرق الأوسط لإظهار الحقيقة وإظهار أصوات مختلفة تأثرت بالحق كما قلت ستعمل على وثائقية عن باب الفاتيكان كرمز ديني ولديك مشاريع أخرى تأمل أن تعمل بها ولكن مع كل هذا الحزن والواقع المر الذي نعيشه اليوم ولقد قلت بأن الدين هو جزء مهم من كل الحروب التي نعيشها في العالم للأسف وخاصة في الشرق الأوسط ما الذي تأمل أن تراه يخرج من واقعنا اليوم؟ بداية أتمنى أن يكون هناك حل في سوريا تتغير فيه الحكومة وأنا لا أقول ذلك بشكل سياسي أنا مواطن أمريكي وأنت تحمل الجنسية الأمريكية فقط وليس أي جنسيات أخرى مع المشاكل الكبرى التي نواجهها اليوم في الولايات المتحدة أشعر بالحرج من الرئيس الحالي الموجود في البيت الأبيض وأنا أقول ذلك بشكل علني لأنها الحقيقة وأنا لم أصوت له ولست منتميا لأي حزب سياسي بأي شكل أي حزب سياسي أمريكي إذا تذكرنا حين التقينا كنت في لقاء كان فيه كلا الحزبين وكذلك الأمر حين عرض الفيلم في الكونغرس وكذلك الأمر حين نعود مرة أخرى وأنا أقف مسافة واحدة من الجميع لدي أصدقاء من كلا الطرفين ممن أيد ترامب أو الحزب الديمقراطي فما يهم بالنسبة لي هو الإنسانية وكما ذكرت أتمنى أن يهتم الإعلام بشكل أكبر للوضع السوري في الأشهر القادمة وما بعدها حتى يكون هناك حل أعلم أنه لا حل سحري وأعتقد أن الدبلوماسية مع استخدام القوة يجب أن تستخدم بشكل مناسب لإيجاد هذا الحل أنا لست سياسيا أنا صانع أفلام يعلم كيف يوثق التاريخ ولذلك أعتقد أنه من الصعب توقع ما ستكون النتائج وما سيكون الحل المناسب ولكن الدبلوماسيين بإمكانهم الجلوس معا ليس فقط الدول الإقليمية مما لها مصلحة فيما يجري بل أن تكون من الدول الكبرى في العالم مما لا إجندة لها مما ستجلس وتجد حلا للشعب السوري في كل مرة كنت أسأل من أقابلهم عما يفكرون به تجاه هذا الأمر كانوا يقولون شيئين الأول إما أن تتم مساعدتهم بضغط دولي من جميع الدول لإنهاء الحرب ووضع تغيير إيجابي عن طريق الضغط الدولي والأسليب الدبلوماسية أو أخرجوا جميعا من سوريا التحالف والجماعات الإرهابية والمؤيدون للأسد وأسمحوا للشعب السوري أن يقرر ما الذي يود فعله كما في البداية هذان هما الحلان الوحيدان أعتقد أن الحل الثاني ما زال متاحا وهذا ما كان يظنه ويشعر به من قابلتهم وشاركتهم طعامهم وحديثهم وأنا أحاول أن أوصل رسالتهم إلى العالم شكرا جزيلا لك أفغاني أفينيفسكي لإتاحة وقتك لنا اليوم وشكرا لأعمالك الرائعة كانت هذه حلقتنا لليوم أتمنى أن تكونوا استمتعتم معنا ألقاكم في موعدنا نفسه الأسبوع المقبل دمتم في عون الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة